سؤالي التاني الخاص بمسألة النسيان في الصلاة دايما كده وإحنا بنتكلم عن مسألة السهوة أو النسيان في الصلاة أول سؤال أنا لازم يجي على ذهني وعقلي أنا نسيت ركن ولا نسيت سنة لو أنا نسيت ركن يبقى لابد من الإتيان بالركن أنا نسيت ركعة مثلا أنا بصلي ركعتين الصبح فنسيت ركعة وصليت ركعة واحدة وفاهم لا خلاص يبقى أنت لازم تضم ركعة كمان عشان نسيانك لركن ضيعت الصلاة بصلي 3 ركعات فصليت ركعتين بدل 3 يبقى لازم أجيب التالتة وبعدين أسجد السهوة أو تقول التسبيحات لو أنت مش حافظ أي ذكر من الأذكار طب لو أنا نسيت سنة السنة الإنسان عليه أنه لا يشترط أنه يجيبها تاني لكن يسجد سجود السهوة بعد التشهد وقبل ما يسلم فيه الركعة الأخير يبقى الركن إذا نسيته لازم يتجاب السنة إذا أنا نسيتها مش مشكلة لو أنا ما جبتاش مش مشكلة على الصلاة إنما الركن لو نسيته ضيعت الصلاة فلازم 3 ركعات يبقى 3 ركعات ركعتين يبقوا ركعتين أربعة يبقوا أربعة نسيت ركن من أركان الصلاة زي السجود الركوع عدد الركعات المطلوبة على الإنسان أن يستدرك هذه الركعات الفائتة وحتبقى معانا ويسجد السجود السهوة لكن ما يجزئش في نسيان الركن إنك تسجد السهوة دون الإتيان بالركن لازم تجيب الركن وبعدين تسجد السهو وإن شاء الله نكمل الرد في الحلقة المقبلة بإذن الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم